استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التعليم العالي وعدد من المسؤولين وتطرق الاجتماع إلى إنجازات الجامعة في إطار منظومة البحث العلمي حيث حققت نشرا علميا ملموسا من خلال 1550 بحثا منشورا على المستوى الدولي منذ عام 2007 كما فازت بالمركز الأول على مستوى الجامعة الخاصة والأهلية في النشر الدولي خلال الفترة من 2019-2021 كذلك فازت بالمركز الرابع في التصنيف العالمي على الجامعة الخاصة والأهلية وفقا لتصنيف كيو اس